كرت انفيديا RTX 2060 Founders Edition دعونا نتعرف عليه سابقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وانفيديا خلال معرض CS 2019 كشفت عن كرت RTX 2060 الذي يعتبر من الفئة المتوسطة ويستهدف اللاعبين الذين يلعبون بدقة 1080 Progressive أو حتى 1440 وطبعاً الكات يأتي بمعمارية Turning ويدعم تقنية Ray Tracing التي تقدم تأثيرات وانعكاسات الضوء والثلال وتقنية DLSS التي تستخدم الذكاء الصناعي على الرندرة للصور لتقديم تنعيم وأداء أفضل في الألعاب كمقارنة كرت RTX 2060 يقدم أداء أفضل لو قارنناها بكرتل GTX 1070 Ti ومن ناحية السعر فالRTX 2060 هو بـ 350$ أي قرابة 1300 ريال ويعتبر أرخص من كرتل GTX 1070 Ti سعره وقت الإطلاق كان الـ 499$ الكرت متوافق مع تقنية G-Sync والتي تتيح تشغيل شاشات FreeSync وبحسب نفيديا حالياً يوجد 12 شاشة FreeSync تعمل على تقنية G-Sync compatible بدون أي مشاكل طبعاً أبرز فوائد هذه التقنية تمكنك الحصول على معدل تحديث للشاشة متزامن مع الفريمات التي ينتجها الكرت وهذا الشيء يفيد في التخلص من مشكلة التعرجات والتقطيع في الشاشة أيضاً لو رجعنا الكرتل RTX 2060 يأتي بمروحتين كل مروحة ستمتلك 13 شفرة لتقدم تبريد أفضل ويأتي الكرتل مصنوع من الألمنيوم وتقريباً تصميمه مشابه لكلتر RTX 2080 Ti الكرت يأتي بذاكرة 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 وسرعته تصل إلى 1680 ميجا هرتز ومن ناحية المنافذ يمتلك منفذين DisplayPort ومنفذ HDMI ومنفذ DVI ومنفذ USB Type-C من ناحية استهلاك الطاقة فالكرت يستهلك حوالي 160 واط وعشان تشغله يجب أن يكون لديك Power Supply بقوة 500 واط الكرت يدعم DirectX 12 والOpenGL 4.5 وأيضاً يدعم Vulkan وجاهز للاستخدام في الواقع الافتراضي من ناحية الأداء نفيديا اختبرت الكرت مع تقنية Ray Tracing في لعبة Battlefield 5 وقدمت حوالي 58.2 فريم على أعلى عدادات الألترا بدقة 1080 Progressive وعلى دقة 1440 وعدادات الألترا A تقدم 43 فريم طبعاً اللعبة ستدعم تقنية DLSS في المستقبل وأكيد ستزيد معدل فريمات مع دعمها لهذه التقنية عموماً الكرت يعتبر ممتاز لللاعبين الذين يلعبون على دقة 1440 ودقة 1080 وتقريباً ستصل على أكثر من 60 إطار في معظم الألعاب أيضاً يعتبر خيار ممتاز الذي يدعم ترقية من كاتل 1050 Ti خصوصاً أنه يدعم تقنية Ray Tracing وتقنية DLSS وتقنية G-Sync وهذه الأشياء تساعد على تجربة لعب ممتازة بشكل كبير الكرت كما ذكرنا سابقاً سعر حوالي 350 دولار وهي 1300 ريال وإذا شرعته ستحصل على لعبة اختيارية يا Battlefield 5 أو Anthem الإيجابيات هو كرت ممتاز للدقات التي ذكرتها 1080 وال440 وهو أول كرت متوسط يدعم تقنية Ray Tracing وتقنية DLSS سلبيات لا يدعم تقنية NVLink SLI التي تتيح تشغيل كرتين مع بعض من أحياتنا كانت هذه نظرتي على نفس الكرت الجديد من Nvidia الذي هو 2060 RTX نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته